في إحدى القرى تخاصم الحاج جمعة مع ابن عمه عزة بسبب أمتار من أرض له أخذها عزة له وأدى هذا إلى القطيعة بينهما وبين أسرتين رغم أن الأسرتين كانت على وصال دائم وفي مساء يوم ألقى خطيب المسجد كلمة عن العفو وأهميته فجاء الحاج جمعة إلى الشيخ وذكر له قصة الخلاف وسأله هل أعفو عن ابن عمي؟ فسأله الخطيب هل عليك ضرر كبير من الأمتار التي أخذها؟ وهل ستحدث مشكلات لو عفوت عنه من جهة أولادك ونحو ذلك؟ فقال الحاج جمعة لا فقال الشيخ إذن سامح ابن عمك واعفو عنه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك وقال أيضا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة فابتسم الحاج جمعة وقال لقد عفوت عنه من هذه الساعة فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين بل وسأذهب إليه في الغد وأصافحه لقد اشتقت إليه وإلى حديثه وظل جمعة يدعو لابن عمه وأسرته بالخير فقال له الشيخ أبشر بفضائل العفو التي ذكرها الله في قوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله ولعلك الآن فست برضوان الله ومحبته وفي هذا الوقت كان أحد جيران عزة جالسا بالمسجد واستمع لما دار بين الحاج جمعة والشيخ فانطلق إلى عزة ليبشره بالخبر ولكنه فوجئ بالحزن يملأ وجه عزة بدلا من الفرحة فغادر الجار البيت وهو في حيرة كان عزة قد وصله كلام كاذب من أحد أبناء القرية بأن الحاج جمعة سيقوم في الغد بحرق أرضه فاتفق مع أولاده على إذاء مواشي الحاج جمعة في الغد ولكنه بعدما تأكد من حسن نية الحاج جمعة وطيبة قلبه ناد على أولاده وأخبرهم بعفو الحاج جمعة عنه ومسامحته وطلب منه معاملة الحاج جمعة أحسن معاملة وفي الغد فوجئ الحاج جمعة بابن عمه يأتي مع أسرته بالكثير من الهدايا ويخبره بأنه أعاد له الأمتار التي دب الخلاف بسببها بل ويطلب منه يد ابنته لابنه ففرح الحاج جمعة كثيرا لعودة الود بينهما وحمد الله على استجابته لدعائه الذي جاء بالخير وأوقف شرا كان على وشك الحدوث يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب لذا ظلموا من att כיه أبدا What you are جاء اليمناغ ترجمة نانسي قد روح